وفي مؤتمر القرعة الألكترونية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعلن جهوزيتها للخوض في انتخابات موعدها العاشر من تشرين الأول حيث اجريت القرعة لاختيار موظفي الاقتراع في إعطاء الأولوية لموظفي الدولة ومنهم أصحاب الشهادات العليا نزولا إلى حامل شهادات البكالوريوس تدريجيا تم اختيار تضمين القرعة الألكترونية هو موظفي الدولة كونه لهم دراية في الجوانب الإدارية والقانونية كونه موظف يعلم ما هي الضوابط ما هي التعليمات ما هي الالتزامات وما هي الواجبات والحقوق وبالتالي تم اختيار موظفي لاختيار موظفي مؤسسات الدولة لمشاركة كموظف أستراليهم الواحد وأيضا الخريجين والطلب من العدادية فمصورة نحن موجودين بإجراءاتنا أن نحافظ على أصوات الناخبين وكذلك أصوات المرشحين وأن النتائج رح تكون كما هي رح نمطي نسخ من هذه النتائج الإلكترونية في المحطات وأيضا نسخ على أجل على فلاش للمرشحين أثناء وصولها إلى مركز إدخال البيانات وأيضا أن قضية الهكار وقضية اختراق النظام أو هذه عاري عن الصحة أكثر من ثلاثة ألف موظفي اختراع تحتاج المفوضية إضافة إلى عدد من الاحتياط فبعد صدور قوائم بأسماء الفائزين سيتمزجهم في دورة تدريبية لمدة 15 يوما للدخول في أجواء العمل وتعلم جميع الإجراءات لسير الانتخابات في صورة صحيحة مدة التدريب تتراوح من 1 إلى 15 تسعة يعني تقريبا 15 يوم سوف تكون على ثلاثة مراحل المرحلة الأولى هي مثل ما تعرف مدراء المحطات تعتبر وظيفة حساسة بعدها مرحلة مصدرة أوراق الاختراع ومسؤول التعريف لأنها تعرف بها برامج وبها أجهزة الكترونية لازم يتم تدريب المتقدمين عليها بعدها سوف تكون هناك آلية لتدريب جميع المتقدمين أو جميع الفائزين على المراكز والمحطات بجميع الإجراءات تحسب الأيطارة عازمة على إجراء انتخابات نزيهة المفوضية وأكثر المرشحين ليبقى جو التأجيل متروكا خلف تصريحات غير مبررة مؤتمر القرعة الألكتروني لاختيار موظفي الاقتراع هو المحطة الأخيرة التي أكملتها مفوضية الانتخابات أي بمعنى أن الجهوزية كاملة ولا مجال للتأجيل عمار غسان قناة الرشيد بغداد أبدأت الجبهة